بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم فيديو جديد النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض صنين الإكليريك بس هنعملها بكذا شكل مختلف يعني الأشكال بتاعتها اللي هي المتدولة فيه أشكال كتيرة جدا متدولة بكل واحد وليه طريقة وكل واحد ليه شكل وكل واحد ليه ستايل فهنحاول النهاردة بس نعمل أساسيات صنين الإكليريك هنتكلم عنها وهقول لكم على شكل من أشكالها ده شكل تاني من أشكالها يعني احنا ممكن نبدل فيهم براحتنا في الفيديو الجاي بإذن الله هقول لكم ازاي عملت الإيدين دي بطريقتين مختلفتين عشان الطريقة بالنسبة لكم تبقى سهلة أو لأ تختروها يعني وبردو رغم النهارة ممكن تكون نفس الصينية إلا أن الكلام مختلف مكان الخواتم مختلف ده بقى الشكل التالت منها بنفس الصينية ممكن مع عملنا الإيدين في الفيديو الفيديو الإيدين بإذن الله هيتعامل في فيديو الواحده والبوكس بقى والتقفيلة الصينية دي كلها ده التالت فيديو بإذن الله هينزلوا كلهم وراء بعض لو أنت تشوف الفيديو متأخر فممكن تلاقيه في صندوق الوصف لو شايف الفيديو أول ما تعمل فهتلاستنى بإذن الله فعل الجرس شان تشوف الفيديو الجاي أول حاجة أنا بروح لأي مكتب ليزر بيقصهولي بالطريقة دي تمام بتوريله الشكل اللي أنت عايزه وإذا كان مربع مضلع مستطيل ده الإكليريك الشفاف أنتوا عارفين بيبقى طبقتين طبقة شفافة كده شفاف ده بالضبط على نفس المقاس يعني هو ببقى عنده المكان هو عارف أصلا يعتبر يعني محدد الأشكال وبتبقى عنده يدو بس بنلزاها إحنا وممكن هو كمان يلزاها لو أنتوا عايزين دي أماكن للخواتم زي ما انتوا شفتوها معايا قبل كده بتبقى طبقتين طبقة بس اللي فوق هيا اللي بتبقى دهبي طبعا ممكن نختار أي لون في دهبي في سيلفر براحتنا تمام والأسماء طبعا براحتنا نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين ممكن نعمل حوار العروسة دي ممكن نعمل بقى ستاند للسلسلة لو احنا عايزين وطبعا اللزق أو الهوة الأمير ده أنا نزلته معاكوا قبل كده وقلتلكوا جايبة منين فلو أنتوا عايزين الإكليريك الإكليريك السادة أو خامات الإكليريك السادة فأنا أنا نزلهلكوا في صندوق الوصف الفيديو بتاع عماكن بيع الإكليريك وهتلاقيه هو عنده الجلو ده اللي هو الأمير تمام أنا بدأت إنها طبعا ده بتبقى زي المسلسلة الصغيرة دي بتبقى زي خروم كده بصوصة الليزر عادي جدا بفرغها بإيدي لو هي حاسين إنها مش عايزة تتفرغ ولا حاجة بتبقى بسبب بس اللزق أو بسبب يعني الأول من نشيط طبقة اللزق ده هيتعمل على طول هتلاقيها نزلة المسلسلة دي تمام زي ما قلتلكم نقدر نعمل أي شكل إحنا عايزينه بتورد الصورة لأي مكتب دعاية وأعلان متوفرين في الكاهرة بكتير أو متوفرين بحسب مكانكو يعني أي حد عنده مكانة ليزر مكانة ليزر بيقصها لكو بقى ونتقص بقى خشب تقصوها إكليريك زي ما إنتوا عايزين أنا بشيل اللزقة البيضة دي اللي هي بتحمي الإكليريك يعني هو بيقصها لكو باللزقة ما فيش أي مشكلة وبعدين بقى أنا ببتدي إن أنا شيل أو ما بشيل بقى اللي هو الشفاف ده هتلاقي كمية نقاط غير طبعية في الإكليريك اللي هو الإكليريك الشفاف ده فاتعمل منها أفكار كتيرة جدا نصواني دي بصراحة فهما دول 3 أشكال دول أو الكم شكل اللي أنا وراته لكو دول دي الأفكار القريبة المتدولة لو في شكل تاني ابعته لي على الإنست وأنا بإذن الله حقوق نفزه الفترة الجاية أو لو أنا مثلا فعلا وقعت قدامي أي شكل تاني أنا هنفزه لكو من غير ما هتقوله بإذن الله يعني بابتنين أنا نضف بقى خلاص لوقتي المثلثات دي هتقع بكل سهولة تمام عايز أقول لكم في الفيديو التالت التالت فيديو هو اللي هعملوكم البوكس الواحد لأنه خد مني وقت رهيب فأنا كنت عايزة حتى أنا مرضتش يجيبه جاهز لأ أنا قلت أنا هقفله معيكو عشان لو تحطته في المواقف ده تعملوه أنتو بصوا أكأنه هو مريعي بجد ده حاجة فظيعة جدا أهم حاجة وإحنا بنلزقه نخلي بالنا جدا من الزوايا ونخلي بالنا أن إحنا الجلو أو اللي هو الأمير ده ما يبهدلش الدنيا نقطة أمير لما بتقع على الإكليريك الدنيا كلها بتبوص وخلي بالكم بتعلم عشان الناس اللي سألتني لو نقطة جلو أو نقطة الأمير دي وقعت إيه اللي يحصل يا مي أو إيه اللي علاج ليها بصراحة صعب شوية صعب يعني ممكن لو في مكان مي الداري مثلا ممكن مية دافية بس مش أكيد بزادة على الإكليريك الشفاف فأنا بتيجي أن أنا ممكن أحط كم نقطة كده آآ على الخشب الأول وبعدين هبتيجي أن أنا ألزقه كله مرة واحدة أنتم ممكن كمان تعملوا حاجة لو في ريشة لو في أي حاجة إن شاء الله حتى حتة خشبة وتوزعوا النقطة عشان النقطة دي حتى ما تيجوا تحطوا الإكليريك على الخشب الزيادات ما تطلعش على الإكليريك فلا أنتم بتوزعوا مثلا بخشبة ولا حاجة أو بمنديل مثلا فرشة حاجة خفيفة بس ما تكونش تلزق خلي بالكو يعني وبعدين بتحطوها بالطريقة دي أهم حاجة تخلي بالكو تثبتوها في المكان الصح عشان الغلطة هتبقى مش لطيفة يعني بعد كده بقى ممكن نلزق لها مكان الخواتب على فكرة لو في إسورة أو حاجة ممكن تحطوا الإسورة حوالي الخاتب أو في أوبشن تاني إن هو بتعمله بتعمله دايرة مثلا أو شكل وردة كده تبقى للإسورة لو في الإسورة لها شبكة يعني ممكن كمان سلسلة لو في سلسلة بيبقى في ستند كده معين لها السلسلة طبعا بس أنا عايزة أوضح حاجة أظن باين قوي إن المكان اللي أنا كنت بشتغل فيه أنا غيرته أنا غيرته تصويري مع تصويري على السفرة عشان الناس اللي كانت بتقول لي يا مي حافظي على السفرة عشان السفرة بتاعتك هتتبهدل يعني كده قلت شوية نغير فغيرت مكان التصوير فأتمنى كده يكون الدنيا حلوة وكل حاجة واضحة أنا بحب أشتغل بصراحة على السفرة أكتر عشان بحس إنها أكبر في المساحة ومريحة بالنسبالي بس ديني غيرت لكم الدنيا يعني على بسبب كومنتاتكم يعني بعدها بقى ممكن نقدر نحن أبصي دي بتيجي اللي هو العروسة ده بتيجي بالستاند بتاعتها اللي هي نقدر نسبتها عليه عايز أقول لكم إن هي ساعاتنا بتبقاش أو أي حاجة أو أي حاجة مش بس على الستاند ده استاند بتاع السلسلة أي حاجة توقف معاكم بالطريقة دي أنا قلت لكم إزاي قبل كده تمام بس أقولها لكم تاني بكاتر يا جماعة كاتر وعلى الحراف ممكن يكون الحرف مش مزبوط شوية من قص الليزر على الحرف كده بالروحة خالص هتلاقي تقدر إنك بتقشروا حتة خشب خفيفة جدا منها الناس اللي هتسألني عن نوعات خشب أنتوا بتروحوا عند بتاع الليزر ومش هتستفيدوا حاجة بنوعه يعني كده كده هو بيبقى عنده الخشب عنده كل حاجة بعد ما بتعملوها بالكاتر كده بتحس إنها خلاص بطاة التمام وخلاص هتثبت لو مش مزبوطة برضو عملوها من الظهر وهتتثبت معيك بس ده الحل لأي حاجة ثبتة بالطريقة دي زي ما أنتوا شايفين وطبعا بثبتها برضو باللزق ده بدون يعني بالأمير ممكن هتستخدموا الأمير التاني براحتكم بس بصراحة ده وفر معي بقالي شوف بقالي فترة كبيرة جدا بستخدمه فوفر معي جامد جدا وممكن برضو يعني تدقوا الدقة الصغيرة اللي أنا عملتها دي بس تخلي بالكو إنها تعلم في العروس يعني مش تكسروا العروسة تمام ممكن قل خبطة تبين وبعدين بالأمير اللي زقتها من تحت كده والدنيها زبطت معيها والحمد لله نشفت وتمام بس بعد كده بقى بتحددوا الرسمة أو المكان بتاع الاسم حسب ما أنتوا عايزين وكمان حسب الشبكة يعني مثلا هنقدر نجيب حسب الشبكة بتاعت العروسة وما تنزوش أها مع حاجة دبلة بتاعت العريس وبتبطيدي نرس الأسماء زي ما أنتوا عايزين والتاريخ زي ما أنتوا عايزين بتاعت دي ممكن نزود العروسة نشيل العروسة نحط ختمين ثلاثة أربعة بصوا اللي أنتوا عايزينه يعني ممكن نحط اتنين يمين واثنين شمال لو أنتوا حابين الموضوع يبقى كده عايزين تحطوهم كلهم مع بعض بصوا خلي كده في مرونة في الشكل زي ما أنتوا حسب زوجكوا أنتوا تمام عايز أقولكو كمان ممكن طبعا نزود وردة حسب لون الفستان العروسة وحسب يعني دي حاجات من الأساسيات يعني أنتوا عارفينها أكيد بس حبيت أنبه برضو عن حاجة الوردة اللي نحطها على الصينية دي حاولوا تنقوا الوردة الوسط شوية أو اللي هو إلى حد ما اللي هو صغير شوية عشان يثبت معاكم بصوا تقدروا ترسوها إزاي زي ما أنتوا عايزين اللي هم اللي ربعض ولو أنتوا حابين أو يمين وشمال وتعطوا العروسة كده بصوا بقى يعني أنتوا بقى تخيلوا تعودوا بقى تعملوها زي البازل كده وتعودوا تجربوا طبعا حطها يمين طبعا حطها شمال طبعا شيل عروسة طبعا حط العروسة طبعا حط مش عارف إيه طب في الجنب طب طب بالمنظر ده زي ما قلت لكم حاولوا تختاروا وردة وسط يعني الوردة دي أنا بحبها جدا جدا من يوم ما جبتها ويمكن يعني أكتر حاجة أنا جبتها وكتراضية عنها رغم أنها كان سعرها كان عالي وقتها بعدين بقى ممكن يعني بصوا حسب بقى البوكل اللي أنتوا خدتوها بعدين بتقصوها ممكن كمان ممكن حاجة أنا ما ظهرتهوش في الفيديو بس أنتوا ممكن عارفين اللي هو بسم الله اللي هو الخيط الخيط الخيش اللي هو بنلفه على البوكيهات اللي في الآخر ده ممكن برضو على الكمور ده السعوننين دول حسب ما انتو عايزين او الباكل النونة الحلوة دي نبتدي ان احنا نلف كده كام لفة واحنا برضو ظهرين الورق الاغضر وظهرين كل حاجة نلفها ونعمل فيونكة صغيرة هتبقى غطيفة جدا انا بس كنت بعملها تجربة فكنت عايزة اورديكو الشكل النهائي او اللي هو الشكل المبدئي يعني هو دي مش هلزقها طبعا كل حاجة بتتلزق بالامير زي ما انتو عارفين ما تنسوش الفيديو الجاي عشان تشوفوا الاشكال اللي قلتلكو عليها تقدروا تثبته برضو بمتدس الشمع تعملوا بيه الورده طبعا ده اول شكل وما تنسوش تشوفوا الاشكال التانية الفيديوين الجايين بإذن الله يبقوا حلوين جدا تنسوش اللايك وسبسكراب انا تشيفوني انا ما يلزي ودي قناتي المتوضع اشكركم جدا